نتكلم في موضوع خطير قبل ما نكمل تحليل يعني. اسألك انت. صد. ايه رأيك في الحكاية بتاعت الصلاح لما اخرج من المعاسكر المنتخب والناس قاعدة تقوليش معنى صلاح وش معنى صلاح وش معنى صلاح. هتخلينا نتبهد. انا عندي رأي. اعقول رأي. هو احنا مش هيجلنا كل 3-4 سنين محمد صلاح. انا فاهم ان الناس بتقول اللوايح او الالتزام او اللي موجود في المعاسكر يفضل موجود لحد الاخر. ساعة بشوف الموضوع ما يوجد نظر تانية خالص. محمد عبد المنام المرة اللي فاتت. والمنتخب كان محتاجه. وكابتن حسام الشعاف ان الافضل له. وكلام معاه ان انا اقعد عشان كان بقاله 3-3 بس في فرنسا فالراجل قاعد. انا بشوف ان انت مباراة من منتخب مصر مع تسع نقاط. مباراة ممكن يبقى فيها التحامات معينة. هتقول لي. النيجيل صناعي. النيجيل صناعي وصعبة على اي حد واناكل اكتر حاجة بتيجي في النيجيل الصناعي دي الاناكل. بس انا وجهة نظري ان بادام الموضوع مفهوش مشكلة. يعني ده معناتش. بادام الموضوع كان بالتنسيق. والكابتن حسام 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 ما عندهوش مشكلة. انا مش شايف ان احنا لازم نعمل مشكلة. ايوه. والراجل نفسه اللي احنا كلنا عادنا نقول ده مش هيفوت لحد حاجة. ده يخش في كلاش مع صلاح. ده يتخاني مع محمد عبد المنعم. الراجل لما بالنسبة تتكلم معاه بيسمع. وانا يعني معيش تصفات افريقيا يا كريم هنتأهل وهنروح كاسة اومة افريقية. الموضوع سهل. خدنا تسع نقاط. وبعد كده عندنا مباراة صعبة قدام مورتانية. الى حد ما. بعد كده موضوع بسيط. فانت ما فيش مشكلة خالص ان انت. يعني انت. يعني انت هتخذ لعيب لما يج كاسة الامة. فسهل الدنيا يا عام. بس زفت. عنا تصفات كاسة عالم مهمة.. ومعليش يا كريم. صلاح انه يبقى جاهز طول الوقت دي حاجة مهمة بالنسبة لنا فما نضحيش بفاهم. ومع احترام كامي يعني دي لك اه صلاح على الرأس وبطحة? اه يا عام صلاح على رأس وبطحة. اه. اه اتحك على بعد يا عنا كريم. معليش احنا كريم هو ابحان صافح عدت تانية خامس يعني. لا هو هو صلاح. معلش لما اتعامل مع النجم بتاعي بطريقة معينة مش عيب يعني انا انا مش شاف اي عيب فيها يعني. بدان بالتنسيق مع الكابتن حسام حسد. صح. مش اللي هو لازم امشي. ويا ريت ما حدش يقارن بين الموضوع ده. وبين الموضوع اللي حصل في كاسة اللي هو افريقية. ايوة عشان دي موضوع المختلفين. تماما دي مباراة. بقت شبه تحصيل حاصل. الناحية التانية راجل كان مصاب وكان وجهة نظره لازم يمشي. وبرده كان بالتنسيق مع المنتخب. فبش نازم كل حاجة نكبرها موضوع بسيط. انا موجهة نظر موضوع بسيط جدا. ايوة. لأ مش اختلف شوية في خصة صلاح مع شاكر. اه بس. لكن تاني نصيحة اللي بنقولها كابتن حسام حسد. التصريحات السابقة وبيعمل في عمل تلفزيوني الناس كلاش رابعي الناس بقيتش تنسى والسوشيال ميديا بقت صعبة جدا. طول الوقت بقى بيققرن. حتى ولو كانت المواقف مختلفة. حط عليها موقفهم اللي هيبت النادي الاهلي بيدي. واللاقيب النادي الآيلي عندهم مطشة مهمة ورايحين واشرك العيب النادي الأهلي كلهم. وعيب النادي الأهلي مؤثرين وبيروحوا منتخب مصر والعدد. بذيب شوية بيعوض ضغط على كابتن حسام حسد. فالراAg الاول飯ي. اجامع سيبه كابتن حسام يشتغل commonly هو الرجل ما هو الرجل ما عندهش مانع. الرجل ما عندهش مانع. وكانش عنده منع في محمد عبد منام وما كانش عنده منع في محمد صلاح ومعندوش منع في اي لعيب ممكن يبقى عنده مشكلة في اللعبة على انجيل صناعي ومعندوش مانعلة في لعيب ويبقى عنده شك ولا وبسيط انه ممكن يجيله اصابة على انجيل صناعي الراجل اضربة بشؤون المنتخب وراجل اضربة اللعبة اللي موجودة ولكن نخف تصريحات شوية لانه التصريحات هي اللي بيتم مقارنتها بعد كده لانك بتستحضر لنفسك ازمة بدون لازمة ببساطة شديد لو في حد اصلا بينتقد الكابتن حسام حسن دلوقتي لا ينتقده فنيا ولا اداء ولا نتاج ولا اي شيء يتكلموا على تصريحاته بس مليون في المية فالموضوع بسيط او وقف تصريحات لا وقف تصريحات من ناحية انت راجل ناجح وشغال كويس وعظيم وكل حاجة مشى كويس جدا ما ما تخشش نفسك في نوعين في نوعين من الجمهور اتمنى ان هم يعيدي حساباتهم الناس اللي هم ملكين اكتر من الملك يعني هم زعليني على كابتن حسام وكابتن حسام نفسه راضي بالنسبة يعني انت زعلاني هو الراجل الرادي على فكرا ما مش منع النقطة التانية الناس اللي بدقوم كل يوم على الصباح انا انا صحيت على امرد على حاجات أ صحيت من тому �ان انا صلح هقعد لack صلح مبيقديش طب صلح لو ما قعدش طب اصلاه مش عايز لروح يلعب مع ليفربول ومش عايز يقعد مع منتخب مصر ان صلح ما دي قعدت سنين ان صلح لا يقدي مع منتخب مصر شه ماei beelعب مع ليرفربول صلح هو الرواج للتصريحات المعترضة دائما ما ظلمش انها يتعمل لها هويتية